مختصة بالإنكاب، مختصة بالغفص للإنكاب بفرج بين غطيص بثلاث مجمب لغطيص مختص من الإنكاب اللي يدور على غريق تحت الثلاثين متر بعمل محيرة، وهي محيرة، وهي مسبحة العملية المطلوب إحنا دورناه وإحنا كل الأجاة والكل الطوع والكل ساهم والكل شد أحاله والكل بالدرائد يطلع ما فيش حدا ما أجاش البجتمع العربي، أنا بناشي دلكل اللي يعمل ضغط أنه وحدة الإنكاب اللي بالدولة اللي عاملين حالياً وحدة الإنكاب أنه يجي تبعين الغطيص المختصين يجوا يدور على الرائد لأنه أنا متأكدة مليون بالمئة أنه رائد موجود تحت البحيرة لأنه إحنا دورنا بالسطيح الطيارات ما خلوش، المطرات البحر ما خلوش، الكوارد ما خلوش، محدا ما دورش ما أحدا كل الدنيا كل الشباب يعني خلص اعملوا ضغط أنا بطلب من الكل أنه يعمل ضغط كخبرة مني تعملوا ضغط لوحدة الإنكاب الغطصين المعروفين الدوليين اللي معاهم للإنكاب مش ثلاث نجم ونجم ونجمتين مع احترام للشباب بدنا مختصين وحدة غطص للإنكاب كمان مرة بعيده بكرر وحدة غطص للإنكاب اللي دور عمك البحيرة والتكشورت خليين يجوا يعني الوحدة موجودة هنا، وين موجودة؟ موجودة هنا بالدولي، الوحدة لإنكاب معروف؟ مش جيش؟ معروف اه، بدكوا تعملوا يعني في الشيء الجولة الأخيرة كانت لإلك الساعة خمس الصبح لحد الآن وانت لحظتي أنه موجود الإشي في العمق، مش على الجوانب البحيرة لا لا، مش دورنا على السطح، دورنا على الجوانب مش فش، ما فيش حدا، يعني كل الكوارب هاي قدامكم الشباب من المواطير من أربعة أيام وهن بدوروا على السفح طيارات، كان أول يوم طيارات، وهن عارفين، الكل يسأل ليس ها فيش طيارات؟ عارفين مليح مليح أنه رائد مش على السطح عارفين مليح مليح أنه رائد تحت الأمك بالبحيرة، هاي بحيرة إذن انت طلبك أنه انت بتناشدي كل المجتمع العربي أنه يكثف الضغوط على الجميع مشان يوصلوا وحدة المختصة المختصة كمان مرة بعيدة بقرر، مع احترامة للشباب اللي جاي الغطصين اللي بدين يشاعدوا، هن عارفين مليح مليح أنه بالبحيرة عكري، ومش ملعمة بالمرة للغطس الميم الصافي، صحيح، الميم الصافي، فهن مختصين بهالإشياء معاهن بعدات نقاض حديثة، يعني بيقدروا يشوفوا والأجهز